أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل استثمار في العاصمة السعودية الرياض أكد أن مصر ضخت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية من أجل تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد بما تتسق مع الأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة المصرية ضخت مصر خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وفي هذا الإطار قامت مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير الموانئ البحرية كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري وهناك تعاون مصري سعودي وثيق في مجالات النقل وربط الموانئ ورغبة مشتركة لدي البلدين في التحول لمركز إقليميا للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد